السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس أربع أيار مايو طبعا القمر موجود في الميزان بده ينتقل في ساعات العصر لبرج العقرب وفيه عندنا كلوم مسار وقلنا أنه فيه زاوية راح تتشكل لها علاقة بصوف القمر طبعا ما بعرف نزلت الحلقة ولا ما نزلت ولكن الخسوف راح يكون يوم الجمعة فيه ساعات ما بعد العصر أو عند المغرب تقريبا تأثيرات هذا الخسوف انذكرت الحلقة المفصلة من أمتى لأمتى ولكن فيه حلقة راح تنزل عن الخسوف لحالها يعني خاصة فيها فعشان هيك الزاوية اللي راح تتشكل اللي هي زاوية اللي ما بين القمر وما بين الشمس راح تبدأ تأثيراتها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل فطبعا أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي زاوية وإنه تأثيراتها راح تكون مستمرة يعني ذروتها الساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج مستمرة هي من مساء يوم الأربعة ولغاية مساء يوم الخميس وهي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المشتري وهي راح تكون الساعة التسعة وست عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات مغرب يوم الأربعاء وبتستمر حتى منتصف ليل الخميس على الجمعة يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نشوف أو نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها بنثق في وعود غير واضحة نقبل على اقتراحات غير منطقية بدنا نكون متيقظين في نفقاتنا وأيضا من الأشخاص اللي بيستغلوا طيبتنا وكرمنا والنصابين والمحتالين حاولوا أن تتجنبوا الإفراط في الأكل لأنه هاي الزاوية بتعرض لعسر الهضم وأمور لها علاقة بالتخمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة تسعة وستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة ثنتين واحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش من عصر اليوم الخميس بعدها القمر بده ينتقل للعقرب وفترة خلو المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين واحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بده ينتقل ويصير في العقرب عشان هيك منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين أو الاهتمام بأمور المغامرات أو قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم اتخاذ يعني أمور إلها علاقة بالبيت برضو يعني نتنبه هاي الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تلي خلو المسار وانتقال للقمر للعقرب زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي رح تكون دروتها الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات صباح يوم الخميس وبتستمر حتى صباح يوم الجمعة هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوية نيتنا بشكل سلبي أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم ذروتها واللي بنذكرها من يوم ثمانية وعشرين أربعة لغاية يوم إحداعش خمسة طبعا بنذكرها على الحلقة اللي بتنزل لي بالهاي اللي هي تبعت الحركة المفصلة والتأثيراتها على كل شيء طبعا اليوم ذروتها هاي الزاوية الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتذكرنا مشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا ودائما زاوية التقابل أو زاوية التربيع بأنها دول الكوكبين بيزداد خلالها التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال والمشاكل الجنسية طبعا هاي زاوية بتسبب نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول المخدرات الأدوية المهدئة والمنشطات أيضا طبعا بالنسبة لتأثيرات التقابل هي أساسا زاوية التقابل راح تكون يعني اللي هي اللي بدي يكون فيها الخصوف هي راح تكون يوم الجمعة ساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج وهي زاوية التقابل اللي راح تكون بين القمر والشمس ورح تشكل فيها خصوف قمر جزئي طبعا بالنسبة لهاي الزاوية وذروة الخصوف راح تكون أو راح تبدأ من ساعات مساء يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم السبت وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات العصر حاول تدعيم شراكاتكم ما زالت الزوايا الحامية اللي بتسبب مشاكل وحدية بالطباع وعدم تحمل أو تقبل أي كلمة من الطرف الآخر متشكلة عشان هيك طبط الأعصاب مطلوب حاولوا قدر الإمكان ما تدخلوا بأي مواجهات مهما كانت مع الأحبة وخصوصا الحمل مع شريك المال شريك العاطفة حاولوا أنكم تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بأي شيء ممكن أنكم ما توفوا فيه بدكم تنتبهوا من التقلبات الصحية الطاقة ضعيفة برضو أنتم متوترين الشك والغيرة وتقلب المزاج واضح تماما من ساعات العصر وما بعد القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا بصير الاهتمام بالأمور المالية المشتركة أي مال معك شريك فيه هو يعتبر مال مشترك بنك ضريبة تأمين قرض ميراث أي شيء حتى مال الزوج والزوجة هذا مال مشترك فحاولوا أنه تهتموا بأموالكم المشتركة ما تدخلوا بمشاريع غير مضمونة حتى لو صار فيه إغراءات إنه لما كاسب بدك تعد للخمس ملايين قبل ما توافق لما بدك تراجع نفسك بشكل جيد برضو الاهتمام رح يصير على المستوى الصحي الأجواء بتصير إيجابية شوي درجة يعني ولكن الوضع المالي بدكوا تحذروا منه أكثر فأكثر ممكن يصير فيه اهتمام على المستوى العائلة أو البيت يحاول إنك ما تتكاسل وسارع لأعمالك إنجزها وبرضو عصبيتك أهم شيء برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس اللي إليه علاقة بالعمل والصحة مازال موجود فيه زي يوم أمس الأجواء زي ما حكينا تنتبهوا أثناء تعاملكم مع الزبائن أو الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم أو اللي بتعملوا معهم انتبهوا لأعمالكم وما تقدموها نقصة ما تتغيبوا عن أعمالكم انتبهوا لصحتكم برضو من بعض التقلبات والوسواس والشك والإنفعال هاي كلها بتكون تنتبهوا لها وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بالأمعاء والتشنجات العضلية من ساعات العصر القمر رح يصير مقابلكم تماما في برج العقرب فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن شراكات المال والعاطفين طبعا ولكن بسبب الزوايا اللي قاعدة بتتشكل وأيضا القسوف اللي بتصير مقابلك وتراجع طارد اللي موجود عندك فالله يكون لك معين ضغط مش طبيعي موجود على موليد برج الثور فعشان هيك يبتداء من ساعات العصر بتصيروا تشعروا أن الأمور بتتعقد وبصير في نوع من أنواع البلبلة حواليكم ممكن يتعلجوا التباسات أو سوء تفاهم ولكن بتكونوا تعلجوها بموضوعية حاذروا القطيعة والدعاوة القانونية حاذروا لأنه طاقتكم ضعيفة في أي مواجهة أو خصام أو حدية بالطبع رح تنحسب عليكم أنتم حاولوا أنه شوي تضبطوا أعصابكم لتوصلوا ليوم الأحد بعدين ولعوا فيهم مش مشكلة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم والأجواب تظل عاطفية جيدة للتقارب والاتصال والحوار والنقاش والترفيه وتغيير الجو برضو ممتاز جدا ولكن احذروا على الطرقات أثناء التنقلات مع الأحبة حولوا أنه ما تستفزوهم خلوا كلامكم واضح صحيح الأجواء شوي ممكن كثير من موليد برج الجوزاء على خلاف أو في حساسية ما بينهم وبين أحبائهم أو عتب على بعض التصرفات أو التخاذل من الأطراف الأخرى ولكن هذا ما بيعني أنه اليوم تفتح المواجهة أو تفتح الأوراق وصير في خلاف بدك تنتبه من حديث الطبع أما من ساعة العصر فهنا القمر بده ينتقل للبيت السادس اللي بتركز كله على العمل لأنه ممكن يتراكم العمل عندكم أو يجيكم عمل جديد وبرضو بدك تنتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي أهم إش أنك تحاذروا من خلافات مع زملائكم بالعمل وأيضا بعض التقلبات الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز كله على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم إش أنكم تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو على نمط تعاملكم مع أفراد العائلة حاولوا فيه إشي مموتركم إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة فيه حدث معين عشان هيك بدكوا تنتبهوا إنه ما تنفعلوا الزيادة عن اللزوم ما تعصبوا ما تختلقوا المشاكل ما تنهاروا وتفقدوا سيطرتكم على أعصابكم أهم إشي ضبط الأعصاب خلال هذا اليوم لغاية ساعات العصر من ساعات العصر القمر بيصير في البيت الخامس هنا التركيز بيطلع من إطار البيت يعني اللي بيكون عنده مشاكل بالبيت ما قدرش في الشغله فبيروح في الشغله في حبيبه فبفرط العلاقة يعني بتكونوا ديروا بالكم إنه ماشي إنه بعد ساعات العصر الأجواء بتصير ألطف شوي الأجواء بتصير واعدة بتقدروا ترجعوا العلاقات لطبيعتها بتتقربوا من أحبائكم بتنال ما بترغب بتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر فترة إيجابية ولكن بتكون تنتبهوا إنه الزوايا بتتغرر تخلي الشخص يفتح ملفات قديمة أو يعصب أو يعاتب والطرف الآخر ما بيتحمل فممكن تصير خلافات كبيرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل النشاط موجود حركة واتصالات وحوارات ونقاشات أعطال بالسيارات بالتليفونات إصابات أثناء الحركة عصبية حدية كل هاي موجودة حتى الأمور اللي إلها علاقة بالتعامل مع الإخوة والجيران والتقلبات بالمزاج هاي موجودة ماشي عندك قدرة على الإقناع ولكن في أوقات بتفقد السيطرة على نفسك عندك كثير من الاتصالات اليوم ولكن في لحظات ممكن يجيك مزاج إنه ما تردش على حد يعني فيه تناقض كبير بالحركة الفلكية فعشان هيك بدكوا تنتبهوا من ردات الفعل العصبية لغاية ساعات العصر وأيضا أثناء حركتكم من ساعات العصر التركيز رح يصير على البيت فيه شيء إلو علاقة بالبيت ما بين العائلة أفراد العائلة حدث معين رح يلفت الانتباه ويخلي إلك اهتمام أكبر في هذا الموضوع أهم شيء إنكوا تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا إنكوا تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات ما بين جميع الأطراف لا تفرض رأيك هاي أهم نقطة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا تركيز على الأمور المالية أكثر إشي بأرق العذراء بالفترة هاي الوضع المالي كثير من الضغط عليه يعني أغلب موليد برج العذراء عندهم مشاكل مالية بالفترة هاي أو تقلبات مالية أو ضغط على مستوى العمل اليوم التركيز رح يكون على الخطوة المالية احذروا أي خطوة مالية جديدة واحذروا من النصابين والمحتالين لغاية ساعات العصر حاولوا إنه ما تشتروا أي شيء بخلال هذا الوقت يبعدوا عن شراء حاجية ثمينة مهما كانت المغريات ممكن يصير عندك الالتزام مالي أو دفعات أو فوتير من ساعات العصر وأنا بتنشطوا بالسفريات بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات ممكن يصلك خبر أو معلومة كنت تنتظرها إليك أيام وبرضو بيكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهمش إنك ما تتردد بالتحرك وحاول إنك تعبر عن آراءك بدون عصبية وحدية ومشاكل وكلام لاذع برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا لأي عمل جديد بل واصلوا أعمالك الاعتيادية الأجواء تقريباً بنقدر نحكي فيها نشاط فيها حيوية ولكن ضغط الزوايا اللي قاعد بصير بضغط عليك من حالة نفسية أو وضع نفسي معين حاول إنك ما تفقد ثقتك بنفسك ولكن اعرف إنه في ضغط فلكي موجود يأثر عليك بشكل كبير هذا الضغط بنال من الأمور المالية فعشان هيك بدك تنتبه مصاريفك والأمور الأخرى لأنه من ساعات العصر للقمر رح ينتقل للبيت الثاني اللي له علاقة بالمال حاول قدر الإمكانك ما تجازف بالأموال بالمشتريات هروب من الواقع النصابين المحتالين الأمور اللي لها علاقة بمصاريف المال صحيح ممكن يتقلب الجو عندك شوي تفقد سيطرتك على أصابك ولكن هاي الأمور رح تكون نتيجتها وخيمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيضل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعد فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان تهدو بدون اتخاذ قرارات حاسمة بدون عصبية حاول تتوازن مع نفسك وتتصالح مع نفسك في هذا الوقت اعرف إيش بدك بالضبط خطط بشكل جيد ولكن بدون ما تتخذ أي قرار وأهم شيء أنك تبعد عن المشاكل من ساعات العصر القمر بوصل لعندك وبيبلش يشكل زوايا ضاغطة هاي زوايا اللي ذكرناها اللي إلها علاقة ببداية تأثيرات الخسوف اللي بدي يصير عندك فعشان هيك حاول قدر الإمكان اعمل بشكل روتيني ابعد عن المشاحنات ابعد عن المشاكل ما تلتزم بأشياء مهمة وضرورية جدا يعني خلي الأمور ماشية كما هي بيهدوها مثل ما هي جاية إذا عصبت يعني الدنيا حولك وناس دا تختلق معك مشكلة اضبط عصابك كن هادي مشي لا يوم الأحد بس نطلع منه يوم الأحد ولع فيهم كلهم مش مشكلة ولكن الأيام هاي أي مشكلة رح تنحسب عليك أي تدخل رح ينحسب عليك وأي خطأ رح تتحسب عليك وأي مغامرة مالية أنت الخسران الوحيد في الموضوع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هسا بدكوا تحذروا بشكل كبير يعني أنا ما رح أجامل ما رح أعطيكوا شغلات بالوهم لأنه أنتوا أكثر الأشخاص اللي بدكوا يكون عندكوا حذر خلال الأيام القادمة طبعا بلشت الأمور ضاغطة ما بين ضغط على مستوى علاقاتكم بأصدقائكم معارفكم في مناسبات في زيارات في لقاءات في اجتماعات في دعوات في 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 إلى ما لنهايه ولكن هذا كله يأتي على المستوى الاجتماعي مع ساعات الظهر والعصر بتبلش اللي هي أمور بيت المتاعب تظهر لأنه القمر بده يقترب على بيت المتاعب والخسوف أيضا في بيت متاعبك فعشان هيك وبرضو عندك أنت تراجع وطارد في بيتك السادس يعني الوضع كله على بعضه مقلق فبدك تحاول تنتبه على صحتك أكثر حاول أنك ما توقع على عقود حاول أنك ما تنفعل ما تعصب ما تندفع ما تواجه مهما كانت الضغوط حواليك ومهما كانت المغريات حواليك يعني بمعنى آخر اعتبر ليوم الأحد الحديث مع القمر يوصل لعندك ويستقر بشكل كامل لتبدأ المرحلة لجديدة خزن كل شيء بدك تعمل المشاكل أجلها ليوم الأحد بدك تولع في ناس أجلها ليوم الأحد الآن ولا شيء ولا شيء لأنه أنت الخسران الوحيد من هذه الزوايا أهم نقطة انتبه لصحتك من التقالبات اللي قاعدة بتصير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتكونوا تواصلوا أعمالكم الاعتيادية حاولوا أنكم ما تبادروا العمل جديد التركيز رح يظل على مستوى العمل علاقاتكم بالمسؤولين حاولوا أنكم ما تتخاذلوا ما تتغيبوا عن عملكم ما تدخلوا بمواجهات ما بينكم بين رؤساكم أو زملائكم بالعمل ممكن تحققوا بعض الإنجازات أو يلتفتلكم المسؤولون عنكم بسبب إنجازك لبعض الأعمال ولكن أي مخالف للقوانين أو مجازفات مغامرات أنت اللي رح تتحمل مسؤوليتها فحاول أنك ما تشوي السمعتك زي ما ذكرنا في حلقة يوم الأمس من ساعات العصر بتنشط اجتماعيا تلتقوا الأصدقاء بإمكانكم تبدروا لملاقات الآخرين ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن بدك تحذر ما تفرض رأيك وسلطتك على أصدقائك وما تدخل بنقاشات حادة ما بين الأصدقاء عشان ما يتصير أنت الملام برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا زي ما ذكرنا يوم أمس التركيز اليوم لغاية ساعات العصر أيضا بيتعلق على التنقلات والاتصالات والحوارات والعلاقات مع الأجانب هو أن الأمور اللي إلها علاقة بالفلسفة والدين الإبتكارات والنشاط والتخطيط ولكن زي ما حكينا انتبهوا أثناء حركتكم من الإصابات في حدث العلاقة بالبيت أو العائلة شوي ممكن اليوم يلفت انتباهك أو تبدأ تركز عليه برضو بدك تحافظ على الأمور اللي إلها علاقة بالسمعة قدر الإمكان الأوقات بدنا نقول اللي بدهم عندهم امتحانات أو سفريات بدهم يركزوا بشكل جيد ويحاولوا قدر الإمكان منهم ما يتخذوا قرارات حاسمة اللي عنده سفر يروح المطار قبل موعده يتفقد تذكرته اللي عنده امتحان ما يعتمد على الحضوض أثناء حركتكم تنقلاتكم قيادتكم للسيارة نفس الشيء ما في دعا على المغامرات والمجازفات اليوم مهما كانت ضمن المغريات من ساعات العصر بدك تحافظ على سمعتك وعلاقاتك مع المسؤولين ما تجازف بسمعتك نهائيا حاول أنك ترتب الأمور بشكل جيد على المستوى الاجتماعي بينتبه من المغامرات والمجازفات يعني ما في الفترة هاي فيها قلق وتوتر وأيضا الخصوف بأثر على بيت السمعة عندك فعشان هيك امشي جنب الحط برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وحاولوا إنكوا ما تدينوا أي حد ما تكفلوا أي حد ما تغمروا ماليا نهائيا اتفحصوا حساباتكم دقيقوا بالأمور المالية والفواتير ممكن يصير مطالبات ممكن يصير مواجهات ممكن تطلع مديون ممكن أي شيء حاولوا قدر الإمكان اليوم بس تركزوا على الوضع المالي والنفقات وترتيب الوضع المالي بدون ما تبادروا بأي مغامرة من ساعات العصر هنا بتنشطوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم لا إجراء مقابلة أو اجتياز امتحان من ساعات العصر طبعا ولكن حاولوا أنكم ما تبدأوا أي عمل أو دراسة جديدة حاولوا أنكم تناقشوا بذكاء يعني الأجواء تقريبا تعطي نوع من الإيجابية لأنه هذا بيت قوي بالنسبة لك ولكن بالمقابل لأنه في خسوف وفي هذا البيت تحديدا وزوايا حد جدا إذا عندك امتحان تفقد أوراقك ما تعتمد على الحضوض عندك سفر ما تستعجل بقية السيارة على الشوارع المفتوحة أثناء حركتك برضو نفس الشيء أضبط أعصابك من العصبي والإنفعال هاي أهم التحذيرات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر